النهاردة الأهلي على المستوى الهجومي ما قلت ده في المقدمة يا أحمد إنه الأهلي عادة حتى لما بيتعصر في المباراة عن الموسم الماضي سواء بتعادل أو خسارة وهي حاجات نادرة يعني كان بيصنع العديد من الفرص وبديع منه فرص كتير النهاردة الأهلي ما صنعش العديد من الفرص دي كان لقه بعض الفرص طبعاً بسي مش بالكم اللي كان الأهلي بيعمله دائماً كولر قرر إنه هو يتنازل عن شوات أسيات الأهلي كان بيكسب بها السيزون اللي فات في اعتماد على حسين الشحات في الناحية الشمال وعلى بيرستاو في الناحية اليمين ممكن نقول إنه هو تنازل عن بيرستاو زي ما أعمى إجامي قال إنه الموضوع إنه هو منضمن المعسكر في متأخر فبدناهم مش في أفضل حالي تفكر إنه يعتمد على الردة السليم ولكن حسين الشحات في الحتة الشمال أنا كنت شايف إنه حسين مش واخد فيها حرية مش واخد فيها حرية علشان إمام كان مواخد جزء كبير قوي من الحتة دي وتحديداً في الشروط الأول فأصبحت أنت مفتقد لمجود حسين الشحات في ناحية الشمال وفي نفس الوقت إمام عشور مش أجهز حاجة أنه يديني البور كامل بتاعه في الحتة دي حسين الشحات في الشوت الأول ظهوره في ناحية الشمال كنت حسن إن إمام عمله زحمة في الحتة دي إمام زحم الحتة دي على حسين فحسين بيضطر أنه يخش في العنقة أو يتأخر شوية عشان يخلق مساحة لإمام عشور يتحرك في الحتة الشمال فالأهل جومان تحس ان هو ما كانش فيه تجانس او ما بين الشوك الامامي لان كولر تنازل اصلا على الاسيات اللي هو قريدي كان بيكسف فيها عشان يعتمد على الافكار هو يعتمد على الموسم الجاي ونسي ان دي بطولة ماتش لو الموضوع فلت مني في الماتش فخلاص انا خسرت البطولة فوضل اللي حصل ان ميستر كولر اعتقد يشيل جزء كبير قوي النهاردة من الخسارة واعتماده على الافكار هيه هو هيعتمد عليها السيزون الجاي ولكن كان بدري عليها شوية طيب